سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مدسوب مياه المحيطات والبحار بالعالم وليس ارتفاعا بسيطا بل إلى نحو 66 مترا عن المعدل الطبيعي أي تقريبا بطول ناطحة سحاب صغيرة لكن لا تخف عزيزي فهذا لن يحدث عن قريب بل ربما سيشهده أحفادنا وربما سيلعنوننا حينها لأنه كان من واجبنا أن نقلل من تدمير البيئة والتنقيب عن البترول الأحفوري الذي يؤدي لزيادة درجات الحرارة لا أريد أن أطيل عليكم دعوني أسافر معكم إلى المستقبل لنار لمحة عن شكل العالم في عصر ما بعد الاحتباس الحراري سيكون الوضع في هوليوود مأساويا كل ذلك البهرجة والخداع سيهوي إلى قاع البحر إلى الأبد لأن كاليفورنيا بأسرها ستكون عبارة عن جزء من المحيط بينما ستكون شواطئ مايام المشمسة طي النسيان وكذلك نيويورك وبوستن وستكون جبال أمريكا الشمالية هي الملاذ الأخيرة للنجاة من الغرق وإذا مشينا جنوبا نحو أمريكا الجنوبية والأجواء الحارة فسنرى مدنا كبرى أخرى غارقة بيونوسايروس ريو دي جانيرو وسيكبر نهر الأمازون بشكل مخيف فيبتلع ما حوله وسيمتد المحيط الأطلسي إلى قلب القارة اللاتينية بينما ستنهار تشيلي إلى قاع المحيط الهادئ وستغرق كثير من مدنها الساحلية على طول جبال الأنديز الغربية في آسيا ستحل كارثة بكل المقييس اجتماعيا اقتصاديا وإنسانيا سيغرق شرق الصين بالكامل وكذلك اليابان لن يكون هناك كيلوة أو ناروتو أو أي أنيمي خارق لينقذهم من المنصير المحتوم الغرق الذي سيبتلع تايلندا أيضا الهند لن تكون أفضل حالا ستتعرض بعض مدنها الساحلية للغرق قل شاروخانا يأتي لينقذها بالنسبة لأوروبا القارة العجوز فالوضع لن يكون أفضل من الأمريكيتين ستختفي معظم الدول المنخفضة مثل هولندا وبلجيكا والدنمارك ستصبح تلك الدول من الماضي بينما ستتحول مدينة الضباب لندن إلى جزء من بحر الشمال ولن تكون حاضرة معانا لتشاهد احتفالات رأس السنة عام 2100 أما بالنسبة لبعض العواصم كباريس ومدريد فلن يتأثر كثيرا بالتغيير المناخي في حين أن مدينة عريقة وجميلة كالبندقية ها ستغرق في مياه البحر تنتظرون البلدان العربية؟ حسنا لنذهب إليها الآن سنجد كل من دبي وقطر والبحرين يغوصون في أعماق الخليج العربي نظرا لارتفاع منسوب مياه الخليج أما بالعراق فوضع لا يبشر بالخير فنظرا لارتفاع منسوب نهر دجلة والفرات ستغرق كل من بغداد والبصرة بالكامل وستتلف الكثير من المحاصيل وستغرق بعض المدن الساحلية لبلاد الشام كسوريا ولبنان وفلسطين على صعيد القارة السمراء فهي لن تتأثر كثيرا بالفيضارات والغرق عاد جزئها الشمالي حيث سيزداد منسوب نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط مما سيؤدي لإغراق دلتا مصر بالكامل وستكون القاهرة والإسكندرية وبرسعيد في رحلة بأعمق المتوسط يا فاندينا وغربا لن تغرق بالكامل مدينة بنغازي في ليبيا حيث ستتحول لشبه جزيرة وسينفصل معظمها عن ليبيا وإفريقيا ولن يربطها بإفريقيا سوى ممر أرضي ضيق يصلها بمصر وغربا أكثر ستتضرر مدن الجزائر الساحلية وستكون الصحراء الجزائرية أشبه بالجحيم نظرا لارتفاع درجات الحرارة هناك عند رمالها الذهبية وفي المغرب ستخرق طنجة بالكامل وسيمتد مضيق جبل طارق في موريطانيا ستغرق مدينة واكشوت بكملها والضوعاح المحيطة بها في نيجيريا سيكون الوضع مأساويا لدرجة مخيفة حيث سيغرق الكثير من سكان السواحل في نيجيريا وسيلقون حتفهم غرقا أما وسط وجنوب القارة وأغلبها فلن يتضرر غرقا قلت غرقا لكن لم أقل إنه لن يتضرر لأنه سترتفع درجات الحرارة بإفريقيا لدرجات مرعبة وببساطة ستتحول القارة السمراء إلى مكان لا يصلح للحياة وغير قبل لسكن البشر حينها سيكون على الأفريقة إيجاد موطن آخر لهم فوق ذلك الكوكب الغارق هل تريدون المزيد أم هذا يكفي؟ أظنه يكفي لأختم وأقول إن الاحتباس الحرارية يحتاج وقفة جادة من كل العالم على كوكبنا سبع مليارات مخرب ومدمر للطبيعة الأم بفطرتها السليمة وقد تدفع الأجيال القادمة ثمن إهمالنا وطمعنا في تكنولوجيا أفضل وحياة أريح وفي النهاية لا نقول سوى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم